عوزين بقى نتكلمك على النهاردة أسوان ليه يا رجائي يعني خلى نادي الزمالك مش 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 قادر يطلع بكرة ولا قادر يضغط ليه الليه النهاردة؟ شكل الزمالك كان وحش ده بسبب طريقة لعب أسوان وطريقة الضغط الرهيب اللي كان بيمارسها أسوان على نادي الزمالك خصوصا في الطلوع بالكرة نشوف هنا ده في الشوط الأولاني نشوف هنا نادي الزمالك بيحاول يطلع بكرة منظر على لعبية أسوان والتمركزات jump كل واحد هنا ماسك يعني او بغلط على طول كرة تروح لأسوان مش عارفين يطلعوا بالكرة من تحت ده معيش اقف لحظة واحدة بس اقف لحظة اقف لحظة بص هنا على كل لعيب من نادي أسوان هتلاقيه بيعني انت هتلاقي محمد ناجي جده ضاغط وهتلاقي طبعا دلسون نجم المباراة النهاردة ضاغط وهنلاقي برضو احمد بالحاج اللعيب المغربي برضو من نجوم المباراة ضاغط بحيث ان نادي الزمالك مقدرش يطلع بالكرة نكمل الكرة فاشوف ضغط رهيب جدا بشكل كبير على نادي الزمالك فالراجل بيتطر ان هو يشتت الكرة عشان الكرة تطلع وتوصل لنادي أسوان نشوف برضو الحالة اللي بعدها ونشوف قوة نادي أسوان في الضغط العالي هنا برضو نفس الكلام هنا نادي أسوان بلعب كرة كرة بتروح ليه هتتقطع من نادي الزمالك عاوزك تشوف الضغط العالي الرهيب اللي هيمرسه أسوان عشان يقدر ياخد الكرة مرة تانية زي ما انتا شايفه هنا اوقف لحظة واحدة اوقف لحظة واحدة معلش هنا بقى نشوف كان فيه خطأ كبير جدا النهاردة على نادي الزمالك وهو عدم مسندة الأجنحة خصوصا شيكابالا اللي كان عليه علامة استفاهم كبيرة لان هو يبتدي المباراة ولنا عارفين ان ميزة شيكابالا دلوقتي بينزل في آخر تلت ساعة أو نص ساعة أو الشوت تاني بيبقى راجل عنده من الخبرة كافية ان هو يقدر يتفرج على المطش يشوف المشاكل فين يقدر يقرى المباراة بشكل كويس يقدر ينزل يعمل لك الفارق فريش راجل يقدر دريبلر يعدي ويعمل بليسنج ويعمل حاجات كتيرة جدا ولكن النهاردة انت حرقت شيكابالا من اول مباراة الرتم البدني بيبقى عالي جدا 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 فده اثر على شيكابالا فنشوف بس ان الكورة هنا لما النادي اسوان خد الكورة نكمل بالكورة مع وقت هتشوف ان الراجل الباكرايد بتاع النادي الزمالك حمزة المسلوسي لوحده خالص والشيكابالا مش موجود اصلا في الكادر علشان خاطر الكورة برضو تتلاقي وكانت خطر الاسوان ولكن برضو بتترد من نادي الزمالك وعاوز اقولك برضو بشوف ضغط عكسي تاني بيسترجعوا الكورة ايه هو الضغط العكسي زي ما قلنا قبل كده والثواني ألش тамينه وضغط العكسي هو استرجاع الكورة في مناطق الخصمة في اقل عدد من الثواني هنا برضو النادي الزمالك عاوز يعمل البلد اوب من تحت عاوز بتدي الكورة من تحت للأسف يعني مش هيقدروا يعملوا الكلام دا كله فنشوف اضطر انت تلايه خلاص بيطلع الكورة انا مش هبتدي الكورة من تحت فهتلاقي عواد بيلعب الكورة عالية على طول علشان مش قادرين يمارسوا البلد اوب أو قادرين يمارسوا بناء الكورة من تحت فالكورة بتتلاقب عالية وطبعا بتأكيد بتبقى سهلة على هنا نفس الكلام برضو زي مالك مع الكورة بنشوف برضو ضغط أسوان ضغط هيبقى رهيب بشكل كبير جدا اهو قطعت الكورة زيادة عددية لنادي أسوان ممكن يعمل كونتر اتاك ولكن نادي أسوان كان بيحب يهد الكورة نفس الكورة هنا برضو كورة هنا عند الخط بص الضغط بتاع العيبة أسوان قطعت ولكن ضغط رهيب لحد ما يقدروا ياخدوا الكورة شوف الراجل الضغط عليه فابطر ان هو يطلع الكورة بطريقة غلطة وتتشتت وتروح لنادي أسوان عشان تبقى هجمة مرتدة اعتقد الكورة دي لا مش دي اللي بتاعك بس وهنا دي كانت من احدى اه دي الكورة بتاعت دي كورة كانت من الكورة خطرة جدا ضغط على الزمالك ضغط عالي شيكبالا ما بيرجعش الباك دهره مكشوف فبالتالي أسوان بدأ الروح ويعمل الأوفر وانا كنت جايب لك اللقطة اللي قبلها عشان اوريك ان دور شيكبالا في عدم الرجوع خلق ان ممكن يكون بيفيز زيادة عددية على الباك رايت بتاع نادي الزمالك فبالتالي كانت هجمة خطرة جدا ونادي الزمالك كان محظوظ في شرط الاولاني ان هو مخسرش فعلا 3-4 كورتين في العرضة والنادي أسوان كان افضل بشكل كبير جدا نشوف الكورة اللي بعدها برضو نفس الكلام هنا حاول نادي الزمالك ان هو حاول يطلع بالكورة ولكن ضغط عالي برضو من نادي أسوان طول المباراة فضل السجال ده ما بين نادي الزمالك ونادي أسوان ونادي الزمالك مش قادر يطلع بالكورة فعشان كان ناس كتير بتتصغرب والزمالك ليه ملعبش كورة في الشرط الاولاني لو نبص برضو على الحالات اللي بعدها ونشوف طريقة الكورة العالية اللي كان بيلعب بيها نادي أسوان هو بشكل عام برضو النهاردة نادي الزمالك مكانش ليه فرص خطيرة على على أسوان اه شفنا كورتين في العرضة من قبل أسوان وشوفنا الكورة في العرضة من قبل الزمالك بشكل عام الزمالك كانش ليه أصل النهاردة كورة خطيرة يتقال ان هي ما بين التلت خشبات ده حقيق ده بسبب ضغط أسوان العالي اللي كان مخليه مش قادرين يبنوا الكورة من تحت زائد التكتل والتركيز الكبير جدا جدا من ناحية أسوان في الشرط التاني خصوصا لما نادي أسوان ما بقاش يضغط قوي بشكل كبير ورجع الشرط التاني في مناطقه كانوا موقفين بشكل كويس جدا برغم نادي الزمالك كان قريبا أنه يحرز هدف اتدعاده عن طريق حسامة عبد المجيد في كورة كانت قريبة جدا نفس كورة النسخة من الهدف اللي أحرزه نادي الزمالك من الركنية عاوزين نتكلم على اسلوب الكورة العالية اللي كان بيعمله أسوان أسوان زي ما انت تشوف هنا نادي أسوان بيلعب الكورة العالية نادي أسوان ما كانش محضر من تحت خالص فدايما الساكن بول وهي الكورة التانية اللي بتوع ومعليش نقف بس عشان نشرح الطريقة اللي كان بيلعب بيها نادي أسوان عارف كويس جدا انه ما عندوش من المؤهلات والإمكانيات اللي تخلي اللعيبة بتاعته تقدر تطلع بالكورة من تحت بسبب الضغط أكيد اللي هيبقى موجود من عند نادي الزمالك سواء غير كده كمان انه ما عندكش اللعيبة اللي يدري بطلت الدباعي الدلت الهجومي ويبقى عندك مشكلة فنادي أسوان عمل حاجة تانية خالص هو ساب الاستحواز لنادي الزمالك بس بيضغط عليه قدامه حاجة تانية انه هو بدأ يلعب الكورة العالية وبيلعب على الساكن بول اول ما الكورة تتلعب الكورة التانية اللي بتنزل على طول نادي أسوان استغل عامل الأرض وعامل الجمهور والعامل البدني وكان فيه روح كبيرة جدا 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 من لعيبة نادي أسوان فكل الكورة السنائية اللي كانت ما بين نادي الزمالك وما بين نادي أسوان كانت أغلبها لمصلحة لعيبة نادي أسوان وده اللي رهن عليه الشوط الأولاني مدرب نادي أسوان نادي أسوان مدير فن نادي أسوان كابتن أيمن كان بيتكلم على أن فيه جهاد على لعيبة أنا عايز أنا معارش جهاد إزاي في ديئة تقريبا الخمسة من الأكستر تايم وقت المحتسب بدر ضايع إحنا منشوف أسوان بيهاجم فريق نادي الزمالي دا حي دا حي لأن الشوط الثاني يتقلب كله أن نادي الزمالي كله بيجري وراء الكورة عشان نادي الزمالي يتعادل فده رايح إلى حد ما نادي أسوان ولو أنا كنت شايف نادي أسوان مع الوقت المجهود البدني هيقل بشكل كبير ولكن فضلوا مكملين لحد الآخر وفضلوا بيهجموا لحد الآخر وكانوا قريبين جدا أنهم يحريزوا هدف تاني وزي ما بقولك دي كورة مثلا دي كورة تانية برضو تلعبت عالية أول الكورة التانية ما بتنزل على طول بتكون من مصلحة نادي أسوان وزي ما أنت بتشوف هنا برضو هنا الكورة التانية بص ما بيحضرش ما فيش أي حد موجود من نادي أسوان بيلعب الكورة العالية أو الكورة التانية اللي هتنزل هتنزل على طول بالضبط كده ضغط ضغط بشكل كبير جدا وبياخد كورنر هو ده نفس الكورة هنا تاني الراجل مش بيحضر من تحت بيلعب كورة مباشرة بشكل كبير جدا على منطقة بالضبط هو بيحاول يستغل زي ما بقولك شوف الكورة هتنزل برضو هتروح لنادي أسوان نادي أسوان بيقدر تستحوز على الكورة